مسا مسا لكل اشياء دحيح الافلام تخيل ان العالم بقى مأسوم اتنين نص للناس الاغنية واللي شغالين ونص تاني اسمه المنطقة الحمرى ومليان بلاوي وناس خطيرة ومفيش امن هناك هتامل ايه لشان تروح المنطقة الحمرى ويضطر لو الفرصة متاحة لك هتخاطر وتتواصل مع المنطقة الحمرى باي شكل ولا هتفضل عايشك في غيرك الشرك تعال نشوف مسلسل انكروبورتين واحد من مسلسلات الخيال العلمي والفانتازيا اللي صدرت سنة 2016 وبيبدأ بصناء المسلسل وهم بيقولوا لك ان العالم والموارد الطبيعية تمت السيطرة على تسعين في المية منها من خلال الشركات الكبرى الانتاجية وده عمل بلاوي الزرق والصناعات الكيميائية والكبرى دمرت العالم بالتدريج ونشرت الامراض وبقى الناس كلها بتاكل في بعضها لحد ما قالك احنا نخلي الناس اللي شغالها في الشركات دي تعيش في مكان امن والمكان ده اسمه المنطقة الخضرة وهي حد تاني عايش براها يعتبر عايش في المنطقة الحمرة وده منطقة خطر وبعدين يشوف اتنين راجبين الاسنصير بيتكلموا مع بعض في امان الله وبيخش عليهم الشركة وهم مغطيين راس واحد بهمش هسودة ومقبود عليه وبيخرجوا وهم مرعبين لشان بعدين يشوف الراجل ده في اوضة شكلها غريب وبين عليه خايف وبيخش ظابطه بيقول له اهلا بي انا عمري ما كنت مقصود باللي بعمله بس للاسف لازم اعمله علشان اعيش وبيمسك مشرة من ادوات مرمية قدامه وبعدين بيشوف بيت متطور شبه اللي بيطلعه في الاعلانات بتاعة الكمبونتات النصابة وفي زوجة ومدبرة منزل وبعدين بهم صاحب البيت بيقوم من النوم وبيجي الصباح على امراته في صباح روسيني هادي نشكر عليه ربنا وبيوضي يهزره شوية والاخبار شغالة هو عامل ميوت لحد ما بيشوفه حريق ضخم في مبنى من شركات سي بيجا ودي الشركة اللي شغال فيها وبيقول لزا كان الصناع يعلي الصوت شوية وبيعرفوا ان حصل عملية ارهابية في المكان ده وفي ناس بتقول ان ان زاجي زعيم المقاومة والارهابيين هو اللي عملها والناس تانية بتقول لا مش هو وبعدين بيقرر بين يروح شغله ويفكه من الاخبار وبعد ما بيروح بيركب عربيته وبيقول لات روح بيع الشغل وبنعرف انهم في سنة الفين تلاتة والسبعين على اساس ان ده بعيد يعني او هيبقى فيه اي حاجة من دي وبشغل الاخبار وبعدين من شوفه الطريق جميل لكن لما المخرج بيبعد بنعرف ان المكان ده مخصص ليهم لكن حقيقة العالم حواليهم قبيح وبالان تلوسوا انهم متحصرين داخل الى اسوار دي بس بيقنوا نفسهم انهم محميين مش متحصرين وبيوصل بين شغله بيقف مع زميله ويتناقشوا ويفهمنوا مين اللي هيكون السبب في التفجير بتاع الارهابيين ده وفي وسطه ما هم وقفين بيلولي انزار يشتغل والامن بيقرب من الموظف اللي شنطته لونها احمر وبيطلبه منه يرفع ايده ويهدى وبيديه من الشنطة وهو عرقان وقلت بقى خلاص اتنفجر علشان بعدها يفتحها الظابط وهيشغل اللي جواها ولها شوية افلام باحية ممنوع مش متفجرات ولا حاجة والراجل بيكون في نص يدومه وزميله في شركة كلهم شايفين وهو كده بعدين من انتين اللي بينه هو في شغله بيكلم مع الظابط اللي كان موجود من كم دقيقة ومع المدير بتاعه وبيشرح لهم المشروع بتاعه بيلهم ان الطائية دي هتساعدهم يعرفوا الشخص بيفكر في ايه بالزبط وحتى لو الشخص كان بيكذب فمش هيعرف يكذب وهو نايم اكيد وبيحلم او بيفكر صح قالول لا طبعا وده مصلحة قال لهم حلو نسبته كم على كده قالوله خمسة وستين في المية قال لهم ينهرزرق يعني عايزيني امسك الناس هاتلهم اطلعين اهليهم اعتمادا على نسبة خمسة وستين في المية وهم نايمين قالوله لا يا صاحبي خمسة وستين في المية ده وهم صحيين لكن ما يناموا نسبة دقة المشروع ده بتوصل لخمسة وخمسين في المية قالوا من انتوا اكيد مجانين انا مش ممكن اعتمد على ده قالوا له ماشي احنا عمتها نحاول نعليه انت فاهم انه حساس جدا ومش يوسبه وبعدين من بيقول للمدير بتاعه ما تحنكشهاش قالوا يعني ايه قالوا يعني الدقة تزيد لخمسة وسبعين في المية عادي بس ما تتكلمش على الثاني ولا توعد حد بحاجة خاصة الراجل ده لاننا هنوصل للنسبة دي في خلال ستة شهور ومش قبل ستة شهور فحافظ على كلامك معاه قوي وخليك صريح معاه مية في المية قالوا ماشي خلاصه بعدين من يشوف اتنين شحوطة جرين واحد معاهم وبياخدوه يدخلوه عند الراجل بياكل طماطم بالشوكة والسكينة ما تفهمش هي الممتة او اللي تجد في كده بس هو مبسوط فتمام بعدين بيقول لهم خير قالوا له بص يا ريس مسكناه ومعا ايه وبيقوم الراجل وياخد منه السندوق وبيقول له ايه الحلوة دي ده تبغي وتبغي حقيقي كمان في المنطقة الحمرة وصلت له ازاي بقى اصلي ده غالي ونادر ومش من هنا قال له ويهمك فيه قال له لا يهمني كتير لما تكون بتعرف توصل حاجات لهنا فده معناه انك ليك حد يساعدك اتنطحني في السوق مرة في مرة واحنا مش في الشارع كل منطقة ولها الكبير بتاعها يا حبيبي انا مش هادر اسيبك طبعا فهنقطع لك صباح صوير بس للذكرى وعلشان الناس سلمي نفسها فياريت ما تاخداش بشكل شخصي ويتقدر ان ده لزوم الشغل قبل ما يطعوله صباح بيقول له سواني هو انت ضربت الاتنين دول كده قال له ايوة يا عم انا اللي ضربهم ليه هتقطعوا ايه كمان قال له لا مش هنقطع حاجة ام وريني منك ضربتهم وبيخرجهم كلهم برا الاوضة وبيبدأ الشاب يضرب الاتنين اللي كانوا مسكينه ويسد قدامهم وبعدها بيبصلوا الراجل ويقول له عاش او اذا انا استخدمك في حاجة احسن نقطع ايدك وبعدين منشوف بين في الشركة وهو بيهدي الاضاءة بتاعت الشباك بتاعه بعد ما بيسلم على صاحبه اللي بصصله وبيبدأ يركب جهازه ويطلع صورة البنت كان عارفها زمان وبعد ما بيحطها على الجهاز بيفضل الجهاز يدور على البنت في كل حتة والجهاز بيلاقيها وبيلاني نسبة التشابه بين اللي طلعها والصورة 73% ده دي اول مرة يطلعها وبيصدم بينه وبيفرح في نفس الوقت علشان لها اللي بيدور عليها وبعدين منشوف مرات بينه هي بتقول له مبادر يا عم قال له والله غصب عني كان في اجتماعاته بعدين بتقعد معاه وتقول لهنا نفسي ابقى زيك كده دايما منور ومش فاري معاك حاجة كده قال له ده صعب يخلي بالك برضو المهم انت خلتين ندفع الشيء الفلاني هنا ليه قالت له عندي خبر هياجبك اوي قال له خير قالت له جالي تصريحي النهاردة قال له ليه نوعي تفتحي كوشك ولا ايه قالت له كوشك ايه تصريح من الحكومة اننا نخلف قال انا فرحانة قوي بالخبر ده بس مش احنا قلنا اننا هنأجل الخطوة دي قالت له ليه الليها عادي نأجلها لحد ما ترقى للدور الاربعين مثلا قالت له يا عمد اخير وجايل لنا هنننفسه قال له لا يا ستي وبعدين منشوف واحدة بتتكلم مع سيناتور امريكي وبيحاول يولان المخلفات اللي بيعملها دي عادي قالت له ايه دا عادي بس زمان مش دلوقتي الناس دلوقتي واعية وبيترائب ولا جيزة بيتمركزها لشان الفاسدين قال له وقبل عندك او ما بقاش في غيرهم الا عشين فمش يسمحوا ان فيه حد يفسد عليهم وبعدين بيكون بين دخل وقاب بيتفرج على اللوحة اللي في المكتب لحد ما السته يتخلص واقول ما بيتخلص بيتقرب جنبه وبتقول له فنان عظيم بس للأسف اتى النفسه بعد سنة يفتكر انه لو كان بطل تعالي وبعي اللوحة كان هيبقى حلو احسن اللي مش عارفة لطل وتوقع انه كان هيبقى راجل سعيد كهز ما يبقاش فنان عظيم بس راجل سعيد عمتا انا شايف ان فقره وقلمه هم اللي وصلوه انه بقى موجود بعد ما مات باكتر من مئات السنين المهم يعني لشان المخرج قال لي اخلص انت جاي لي قال لانا جاي اصلح الدنيا بينك وبين مراتي وبنعرف ان الستي دي حماته وانها شخصية مهمة في البلد وبتقول له انا بحاول معاه بس انت عارف انها مش راضية قال لانا احاول تاني بس مش هينفع نفضل كده انت عارفة وبعدين منشوف لورا مراته وهي في ايادتها وبنعرف انها دكتور التجميل ومعها زبونة جاية تامي لعملية الواحد معيها وبتقوله دلوقتي انت هتبقى زي الراجل ده انت عارف ده قال لها اهو الحص ان كلامه غريب كده ومش منطقي وبعدين الستي بتشدها وبتقول لها في ايها دكتورة قالت لها هو فيه حاجة انا محتاجة عرفها قالت لها لأ او كمان هو عارف كل حاجة اهباطي انت بس وغير كده انا هعيش وهنا عيشها عمره ما كان هيحلم بها في المنطقة الحمرى وبنعرف ان الستي دي هتاخد الراجل ده وتستغل شبابه وتحوله لحبيبها او ابنها وتعيشه معيها وبتخرج بعدها وتسيب لورة وبعدين بيم بيكلمها يتطمن عليها ويقول لها لازم تكلمي امك قالت له يادي امي عمي قلت لك انا مش عايز اكلمها ولا اتعامل معاها قال لها دي جدة الطفل اللي جاي لازم تعرفه لشان هو كمان مش هيبقى ليه غيرها بعدين بتقول له ماشي هنشوف ده بعدين وبقول لها ان هيروح مع صحابه كده للمنطقة الحمرى مشوار ويجي ياخده شوية مشاريع وبعدين بيقول لها انا ما قلتش علشان عارف انك ما بتحبيش هناك قالت له لا يا عمي برحتك عادي انا بس لانا عليك قال لها عادي مش اول مرة روحه ما تخفيش انا مش بتاهم مشاكل يعني وبعدين متفتكر ذكريات متوحشة وفي الغالب حصل لها حاجة هناك ويتضرق ولما افتكرت قطعت شرائنها تاني ما انا عرفش ليه ممكن من الصدمة او الذكرى ورشت عليها بعدها اسبريت تبي حديثه خفت في سواني تقريبا وبعدين خرجت علشان تقابل زبوم جديد جاه وبعدين بنشوف بين مع صاحبه الاشقر وهم متحمسين للرحلة دي وصاحبه بيقوله انت بتهزر انت عزمت مديرك دراجل اتم ومش صاحبنا اصلا قال له يا عمي ماشي الدنيا في ايه الناس كلها عايزة تتبسط مش انت بس وبعدين بيروحوا للمنطقة الحمرى وبيكون مكان كله ناس غريبة وبيعملوا اي نشاط محرم او غلط وبعدين العربية بتقفوا وبينزلوا منها وبيديها للسايس وبيدخلوا المكان بس صاحب بين بيقولهم خمسة وجايل لكم وبيخشوا يتقسموا مجموعتين ويعودوا يشربوا بيرا حد جابها لهم وبعدها على طول صاحب بين بيجوا ويقولهم علشان ما تقولوا ليش اني ما عملتش معاكم اي واجب يبدو لكم حبوبها الوسى وبخاخات مخدرات يلا صحتكم وكلهم شيربوها معادة بين اللي مثل انه بيشربها وفود المرأة بالاجواء والخناقات والرهانات اللي بتتامل على المصرعين في الافص او المخلصوا بدأ كلهم يذكروا بس هو لسه فايق لحد ما المدير بتاعه بدأ يتعب رح شده على الحمام ودخل معاه وقفل عليهم ولما المدير بدأ يرجع بنقرب منه وطلع حاجة من جيبه وجيحطه على ثامع ريفشو جيجرب تاني بس كان فيه حد بيه خبط وبيستعجلهم وبعدين بيستخدم بين الحاجة اللي وقيت منه على الارض وبتاحها يتشاد المدير جامد وبيقول له ايه دا قال له مفيش حاجة انت بس فوه معايا اهم حاجة وبعدين بيخرجوا الوادي اللي واقف بره بيقول لهم والله عائل انت كنتوا بتعملوا ايه جوا بقى بتعملوا سباق عجل قال له مش هلو سبنا في حنو كان ساند مديره لبرا بس الوادي مسكه والشده جامد قال له انت كنت معاه بتعمله ايه بالضبط مش هسيبك الا لما اعرف رح بينماسكه وضربه وكاسر بدماغه الحوض ويسابه غرام في دمه بعدين الشاد بيقول له انت مين قال انا صاحبك بينها يكون مين يعني عمد المهم انت تقدر ترجع لوحدك قال له اه عادي قال له ماشي انا رح اجيب سجاير وجايلك وبيخلق برا المبنى خالص ويمشي في المنطقة الحمراء وهو مش خايف بعدين بيروح مبنى وبيوقفوه وبيقول له يا مرحب اللي جاي من المنطقة الخضرة قال لهم بس بس في كوكو من الجو ده ودي الفلوس دي دي اول حاجة وغير كده شايف الدم ده مش دمي فانا واد لباش ومش من هنا لشان نلاقيه رايح للوادي اللي كان بيتاجر في التبغي وبيقول له ايه اللي في وشك ده يا ابني مش جبتلك سجاير حقيقية وقلتلك تتاجر فيها قال له انت فاكر ان دي حاجة سهلة او فاكر ان دي حاجة ممكن تعدمي غير ما حد يشمعها مسكني في واحد مسكني علشان يهددني وخلاني احارب في الافص واتضرب قال له اخرب بتك انت لو دخلت الافص هتموت انا الربط اوصل لترقية في الدور الاربعين يعني الدنيا هتولع وامل اللي عايزه لو وصل ولقيت الينيا قال له الينيا متأكد قال له في نادي من نوادي الكبار قال له ان هرزرق عبديت جينس ما يمكن مش هي قال له يريد بس همثلا اتشابه نسبته اكتر من سبعين في المية امره ما وصل لاربيين في المية اصلا وده مش اي حد بيدخله قال له مش اي حد انت مش اي حد وانا انت نسيت انت هنا ليه قال له بطل هبل انا عمري منسيت وبعدين بيشوف بينه هو بيمضي على استلام سوفرة كان طالبها علشان شوية تحيئات بعدين بيشوفه بياخدها ويمشي ويدخل عند المدير بتاعه اللي بيكون تعبان جدا وبيستخدم بين في ودنه وعازل للصوت ويبدأ يستخدم السوفرة اللي بتتعب اللي بتشتغل عليه وبيبدأ الشاد يتعب ويرجع وبيروح الحمام علشان في الوقت ده يبدأ بينه يتحرك ويروح على المكتب ويستخدم عينة الدم اللي خادها من الشاد ليلتها ويدخل على البيانات اللي على الجهاز ويبدأ ينقلها وفي النص المدير بيقرب بيرجع وبعدين بيستخدم بين السوفرة تانية علشان تأثر عليه ويتعب تاني وبيروح تاني الحمام بسرعة والسجرتيرا بتلاحظ التعب وبعدين الملفات بتنتقل في اخر لحظة قبل ما يخش مكتبه تاني ويلاهي بين قاعد عادي زي ما هو وبعدين بيقول له اجي لجوة تانية رجولة طيب تكون بقيت احسن ان شاء الله بعدين منشوف الست حماد بين وهي قاعدة مع صاحبتها وبيجي لصاحبتها طرد ويتشوفه ويتلاقي جواه ويدان جزها بعدين الست بتقول له ويدان جزك دي قالت له اه عايزين فدية واتخد في المنطقة الحمرة بس عمثا انها سيبه ويتربع شوية وبعدين ادفع واجيبه وبيعوضوا يتحكوا لحد ما بتيجي بنتها ويتلاها انها تبقى حامل وعايزها تعملها عادي مش كأنها مهمة وهي عيلها صغيرة قالت له انا اخر مرة تعملت معاك على اساس ان الكبيرة جات لي حتة منك معطاها في قلبها بالبريد كده قالت لها انت برضو مصممة تفكريني انت عمرك ما تتغيري ويسا بيتها ومشي وبعدين منشوف بينه هو ماشي من الطريب بتاع الشركة للبيت وهما بيتفتشه بلوما عشاط حاجة ممنوعة وبيتقبض عليه وعمال يصرخ يقول له منه ما عملش حاجة وبعدين بيروح بينه وهو منهاره وبيقول لمراته انه مش مصدق اللي حصل ومراته بتقول له مش مهم هو مش من بيت قال لنا ما تبقاش حامل هم كل حاجة كده وبعدين منشوف المديرة اللي هي حمد بين وهي بتقول انه خاين واتقبض عليه وفيه كذا ما كان في الدور الاربعين فيه مدير جديد بس المرة دي هنفتش كويس عن المدير الجديد واللي ما عندوش حاجة يخاف منها هو اللي هيدخل وياخده مش هنسمح بوجود خاين تاني وبعدين منشوف صاحب بينه بينه وهم وقفين بيتفرجوا مبسوطين من الفرصة وبين الامن اللي حصل لحد يكتشفه وحاسس بزنبي بسيط وبعدين منشوف سيو اللي كان بين بيكلمه هو موجود في قصر من الوصور الضخمة اللي هارف ان يلينيا فيه هو داخل يام المضش مصرع جوه وبينشوف الزابط هو بيجاهز علشان يعزي بيتشاد بيخليه اترف باللي عمله وعرفه بالقوضة الهدية اللي كله بيخافي خشها بعدين منشوف لاشبك زمان لبين هو بيكلم مع بوه اللي واقف على صور سطح وبيقول له العلم ده بشا أو يبني عمرنا ما هنتقدم انا كان نفسي اعود معك وقولك انك بالعمل والجد هنبقى احلى واحسن بس انا شايف ان خلاص الشركات بالعملته ده ما فيش فايدة مش هقدر اشوفك وانت بتتعذب وراح بعدها لامي نفسه من السطح والدم بين اللي شافه هو بيمو وبعدين من يشوف بينه وعيد في المنطقة الحمراء وسط طيارات والطيارات دي مليانة وسطها خيم ولاجئين وشحتين وعيش فيها وبيلبس نظر وبيمشي وسط الناس على اساس انه كفيف وبيطلب المساعدة منهم وبيجي عندي بلتاجي من البلتاجية والبلتاجي بيقول له امشي يلا من هنا يلا وبعدين فيه واحد بيفضل وعيف متنح لبين وبيقول له بقولك يلا خد امسك الجنيد وراح هدف له جنيه فضة وبين مسكه قال له يا ابن الايم انت بيشوف هومي شعمة وراح بين جاري منه والراجل فضل يجري وراه وهو بير لحد ما تحشر في مكان معين ومعرفش يروح فين وراح لقى بنت بتندهله والراجل بيجي لعيه كسر الباب وبيخش جوه بس مش بيلعيه علشان البنت خبته وبنعرف ان البنت دي هي الانيا اللي بيدور عليها وهو كبير وبيطوله هو بيطردك ليه اللات عالي هوريكي وراح تتنظر على عينه ورافه قدام الجاس بتاع الاكل رح منزل الاكل كتير وبيقول لها البلتاجية الكوبردو اللي بياخدوا اكل كتير او بيوشهم والنظرة دي بتساعدني اعمل كده وبعدين منشوفي الزابط في مكتب حمايب بين وهو بيقول لها انه محتاج وقت انا مش ساحر علشان اعرف الخيانة دي ايه سببها وايه تفاصيلها محتاج وقت وبعدين انت بين اريبي جدامي ترشح لبنصب المدير وشغال في نفس الوحدة اللي فيها تشاد اكيد في حاجة ممكن تطوله قالت له ولا اريبي ولا هنسيبي اعمل اللي انت المفروض تعمله علشان توصل للخوانة وللحية وبعدين بنشوف بعدها بين قاد في مكتبه معاي القطع اللي مخليها يدور على ايلينيا وبعدها بنشوفه بيستخدمها علشان يدور على تشاد وبيشوفه وبيعمل ايه وبيلاقي بيتعذب في الاوضة وبيقولهم انا مليش دعوا باي حاجة انا مظلوم والله وبعدين بنشوف مرات بين وهي بتجري وفي وسط الجاري بتاعها بيتلاقي نفسها قدام ايلة تشاد وهم مابودين عليهم وبيترحلوا وبيتخافوا وبيتعور نفسها وبعدين بترجع جاري على بيتها والشغالة بيتعليجها وبتقول له وبعدين هتفضلي كده تعالي يا عالجيك بقى وبعدين بتسأل عن المنطقة الحمرى والخدامة بتعرف انها بتتكلم في المنوع قالت لا بعد اذنك ورايا شغل وبعدين بنشوفي تشاد وهو بيتعذب والظابط بيقول له انا اللي مجنن ان يكسي جلك نضيف مفيش اي حاجة غريبة او مصيرة للشكل معدى الزيارة الغريبة للمنطقة الحمرى دي زيارة الشزة وغريبة اللي ودك هناك خلاص كنت حسيت بيأس انك توصل لحد ويضطريت تروح بنفسك قال له لا والله دي فكرة بين وهو اللي عزمني وفي الوقت ده بين كان في مكتبه ولا زابط برا وبيعرف ان فيه تفتيش عام مش علشانه بس وان كله بيتفتش وبيخرجوه برا المكتب بتاعه وبيروح يشغب اهوة او الملقودة بتفضى بيكلم عن الراجل اللي بنارف انه شغال معاه هنا بس في نفس الوقت هو الراجل اللي كان معاه في المدينة زمان وهو صغير بيحذر ان اللي بيعمله ده خطر قال له ما تلاشا نعمل خط تروب بعدين منشوف صاحبه هو داخل وبيتفي مع بين انهم يقوله نفس الكلام والنهم هيخله تشاده وصاحب فكرة المروح للمدينة وهيقوله نفس الكلام قال له ماشي وانا لفكرك سهل تلات مجرم قال له ما لازم نحفز على نفسنا يا عم ده خاين وبعدين الزابط بيجي حقه مع بينه بيقوله ايه عم شفت ملفك ويتحسك شبح كده يعني لاليك اهل ولا عيلة ولا اصحاب والتعليم كناشها بتاعتك معتمة خالص يعني حتى لوازنا نتأكد من حاجة فيها مش هنعرف قال له اه يرزق ومن يشاء بقى وبعدين يا عم انت اتمثل من تغيري الاسكريبت بتاع المسلسل وعرف اني مش من هنا والجسوس قال له ايه صح تب قولي بقى اللي خلقت روح المنطقة الحامرة دي قال له دي كانت فكرة تشاد بصراحة قال له يا راجل قال له ايه واسأل الزمله ويعني هي مرة ويطر فيه كده لينا مش حاجة دايمة وبعدين بيجي الزابط يقوله حمتك عيزاك فو وبيجي يروح وبعدين بيلاقيهم بيفتشوا اللي بيروح هناك وبيرجع تاني علشان يخلص من القطع اللي بجيبه وبيقول له ايه باشا لشان ابقى خلصت ضميني بس ورحطت القطع تحت الترابيزة وقال له اني شرب مخدرات هناك وقال له ان دا تفريحي بس لشان ما يبقاش خب حاجة على الحكومة يعني وبطلع عند حماد ثم ما بيلوش في جيبه اي حاجة وبعدين منشوف سيو هو قعد مع صاحبه وبيجي الراجل اللي مشغلو ويقول له تعالى انا عالجك بتقنية غالية هو علشان لازم تروح مطش مصيري وكبير قال له لو كسبته اقدر اروح اصور كبار قال له هواديك تعالى يا سيدي وبعدين بيعالجوه وبياخدوه معاهو وبعدها بنشوف مرات بيين بيتزور مراتي الشات في العزل ومراتي تشات بتولها مش هاديكي حاجة خدوا مني مفتاح البيت وانا جاية بعدين بتولها مفتاح بيت ايه قالت لها مش انت جاي علشان البيت وجوزك جاي علشان الوظيفة بتاعت جوزي قالت لها انا جاي ساعدك قالت لها اه ما انا عارفة بعدين اتصابت عليها والاورة كانت ماشية بس التانية قالت لها زبوري بس انت فعلا انت اقدري تساعديني واتكلمي امك لي انا وعيالي من نرزم بوامك اللي حط القانون ده قالت لها هحاول وبعدين منشوف بن قايد محاماته بتقوله الوظيفة دي حساسة واحنا نسايبه مفيش وسطه انا مؤتمد عليه بس انا بس عايزة فهمك حاجة ويان اللي هيوصل هنبعى عارفين عنه كل حاجة فلو عندك حاجة مخبيها اللي بالك قال لها لا ما تخافيش علي عيه بعدين الراجل مسكه زمان في المدينة وبيعرف هو بيعمل ايه وبيقوله انه ممكن يشتغله مع بعض ويجيبه فلوس كتير ويلانيا بتقوله هو عايزك تسرق لي لوحده وبتحذره منه بس بيتطمنها وبعدين بيشوف بين مراته جاي الشركة وبيقولها في حاجة ولا ايه قالت له لا ده نجاية لومي بعدين بيتخش الامة وتساومها على حفيدتها اللي ببطنها وتقول لا لو ما وفقتيش هسقطها وانتي تقدري تساعدي ستو ولادي تشاد ما لومش زم قالت لا ماشي ممكن اشوف لك حل بس للعيال بس مش لمراته بعدين بيشوف الزبط بيعزي بتشاد تاني وتشاد بيقوله يا عم والله انا ما معيش اي حاجة ولا عملت حاجة بره غير اني شربت ما شريب وبعدين بيجي واحد ويقول النوم لو قطعة غير مصرح بيها في مكتب بين وبيقوله طب يلا بينا نشوفها وبعدين بين بيرجع علشان ياخد القطعة اللي حطها وبيلايهم السنين وعلشان يحقاوا معاه التاني وبنشوف لورا ميراته مع ميراتي الشاد وبتقول لها من الحل الوحيد هو انك تتنازلي عن عيالك لأسرة مش بتخلف وانا واسق ان ده احسن حل قادر او صل والله قالت لها ماشي موافقة وبنشوف سيو مع واحد مصارعه وبيقول له انها تصارع معاك النهاردة وكان بصصله في حتة اللحمة والراجل قال له للاسف انت مش هيتكمل بس خدي حتة لحمة حقيقية امرك ما تاكل زيها لو عشتي اصلا تاني ودهاله ويخدها وقام وبعدين منشوف الزابط بيحقق مع بين وبين جاي يقول له افاهمك بس قال له السفارة دي لايناها عندك قال له السفارة وبنكتشف ان القطعة اللي حطها بين تحت الترابيزة اختفت بس هم ملقوهاش وبيقول له اي السفارة دي كانت لتجربة في الشغل وباذن المدير قال له ما يمكن استخدمتها ضده قال له عمثا هو تيب بس انا ما كنتش موجود في الوقت ده والطبع الزمني موجود ومستحيل حد يتلاعب به خالص من الشركة قال له ماشي يا حاول اصدقك بس انت تفضل برضو تحت عيني لحد ما اعرفه الحقيقة قال له انا ما عنديش حاجة خبيه عليك باشا وبعدين منشوف سيو وهو بيتارك مع الراجل والراجل كان قرى بيهرسه تقريبا وفجأة سيو بيستخدم عظم حتة اللحمة ويعوره ويبدأ يضربه ويكسبه قدام الناس كلها واللي مشاغل سيو بيتهيق من اللي حصل ده وبعدين منشوف اللي بيعازي بيتشاط بيمحي الزاكرة بتاعته والضبط بيقوله مين قالك تعمل كده قاله المدامك كبيرة وبعدين منشوف سيو قاعد مع المصارع واللي مشاغلهم وبيقوله يا حمار خلت ايمي تأمي مصارع عندي في الارض انا كنت جايب الكشفي يشوفه ومش يشوفك وبعدين بيمسك حديده ويكتل المصارع اللي سيو كسبه لانه ما بقاش لي لازمة وبعد كل المصاريف دي يخسر وبعدين منشوف ولادي تشاد وهم بيتسلموا للمنطقة الخضرة وبيتنزلوا عنهم وتشاد بيترمي في المنطقة الحمرة بعد ما مسحولوا زاكرته بالكامل وبعدين منعرف اللي سلق القطع اللي بين كان مخبيها هو صاحبه اللي بينفسه عد ترقية لما شافه بيخبيها راح واخدها وبعدين هنشوفها يحصل ايه ولو عايز يشوف معنا قولينا في الكومنتات